اشتركوا في القناة ودلائله بوركت يا سلفي وشكر الله لك حسن فعالك نسأل الله ان يجعل ذلك اخلاص الواجد الله الكريم ما كان لله يبقى وما كان له دام واتصل واثره ظهر واعلموا بان الله يختبر العباد من اجل ذلك حتى اذا ثبت الخير له او ثبت الخير له فانه يكون قد انجاه واسماه وارقاه اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى حدست ابو داود هنا يقول بذلك يقول حدست عن ابن وهب طبعا هو ابهم الان الشيخ الذي سمع منه ابن وهب المالك الفقير المحدث ثقة ثبت اخذ عليها انه كان يروي بال بالوجادة وليست مأخذا عليه قال حدثنا جرير ابن حازم وجرير ابن حازم ابن زيد ابن عبدالله الاسدي العتكي قال الدارمي عن يحد نمعين قال ثقة وايضا من زي قال كان حافظا والنسائي قال ليس به بأس ابن حبان ذكره في كتاب الثقات قال كان يخطئ لانه كان اكثر ما كان يحدث عن حفزي والحق بان شعبة كفى بشعبة موثقا قال ما رأيته بالبصرة احفظ من رجلين هشام الدستوائي وجليل ابن حازم والعجلي قال ثقة هو اخترت باخرة ومات لكنه كان ضعيف في قتادة له اوهام في قتادة وهذا الذي يحمل فيه تضعيف من قال او المح به نعم فلكنه من الحفاظ كما قال شعبة قال عن عبيد ابن عمر الثقة وقلنا المصغر ثقة والمكبر ضعيف قال عن نافع ونافع مولى ابن عمر وهو اثبت ناسف ابن عمر او هو من اثبت ناسف ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنه ارضاء ابن عمر صاحب صحابي ابن صحابي من السبع المكسرين على النبي الامين ومن عبدال الاربع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشكوا المسلمون ان يحاصروا الى المدينة يحاصروا ويلجأوا يعني يحاصروا الى المدينة حتى يكون ابعد مسالحهم سلاح سلاح هذا موضع ليس السلاح المعروف سلاح هذا موضع بين خيبر وبين المدينة تفضلوا لا عليك قال المصامف ايضا حتى تناح من المصالح وهو المصري المهاب من استقاط الاسبات طال عن عن بسا عن بسا بن خالد ابن يزيد ابن ابن نجاد ذكروا ابن حبان في استقاط وابن الطبري قال صدوق نعم اما السادي فقال روى عن يونس احاديث انفرد بها والحق منه ما دام ثقة ولو انفرد يحتمل تفرده قال عن يونس نعم يونس ابن يزيد الايلي من استقاط الاسبات بولكتا قال عن الزهري والزهري وامير المونين في الحديث اسبر لا تتعجل في الاقامة الان والزهري وامير المونين في الحديث قال وسلاح قريب من خيبر هو بين المدينة وبين خيبر هذا حديث ايضا يبين لنا ابواب الفتن قال الرسول صلى الله عليه وسلم يؤشك المسلمون ان يحاصروا الى المدينة طبعا تعلمون بان المدينة هي خير بقاع الارض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تخير لهم لو كانوا يعلمون ولما جاءوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتووا جو المدينة ما استطاعوا ان يحتملوا بالمدينة وارادوا رد البيعة ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما رجعوا القهقري وتقعصوا وتنكبوا الصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة كالكير كالكير هي تنقل خبث والمدينة حفظها الله والفعلها من أعظم فتنة عرفتها البشرية من فتنة التجال فإنه محرم عليه أن يدخل المدينة ومكة الملائكة حول أبواب المدينة لا يستطيع أن يدخل المدينة ولا مكة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يشك المسلمون أن يحصروا إلى المدينة قد نقول بأنهم يلجأون إلى المدينة أو هم بأنفسهم يذهبون يلجأون إلى المدينة مع علمهم بأن الدجال لا يستطيع الوصول إلى المدينة ولا الدخول إلى المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرية التي تعرفه فهم يأرزون إلى المدينة هم يلجأون إلى المدينة يحتمون بالمدينة من الدجال ويكون هذا المقصود به زمن الدجال عندما قتلوا المقتلة العظيمة وكانت الحرب الدموية أن أهل الكفر أتوا تحت 80 ألف راية تحت كل راية 12 ألف فحدث المقتلة العظيمة بين أهل الإسلامي وبين أهل الكفران وانتصر فيها في النهاية أهل الإسلامي حتى صرخ الصارخ وقال وهم يهتمون بالغنائم صرخ الصارخ وقال أدركوا ذراريكم إن الدجال قد خرج فيهم فهم عندما يسمعون بالدجال كما قال النبي من سامع بالدجال فلينأ عنه فإنهم ينأون عنه وإنهم يأرزون إلى المدينة يعلمون بأنه محرم عليه أن يدخل مكة والمدينة فأي حماية الأهل الإسلام ولذلك ترتج في المدينة رجفات تخرج المنافقين يخرجون إلى الدجال ويبقى الخلص من المؤمنين بالمدينة حماهم الله وعصمهم من فتنة الدجال وكذلك مكة وقيل في قول النبي يوشك يمكن أن يكون غير فتنة الدجال يعني يكون الأمر مقاتلة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفران ويحاصروهم حتى يلتجوا إلى المدينة أو يكون القرب من المدينة إلى ما قال بأن أقرب مسالحهم سلاح وأقرب مسالحهم من الأماكن التي تعتبر ثغرا لهم هي سلاح التي بين خيبر وبين المدينة وفي قول النبي أبعد مسالحهم المسالح هم الذين يقفون على الصغور كالمرابطين يعني تكون المدينة محصنة وهناك صغر كوة فتحة مكان يمكن أن يلج منه أهل الكفر فيقف مرابط عنده بعض الجيش معهم السلاح ممن يعس ويخبر المؤمنين أتى الكافرون أو لم يأتوا فيقول أبعد مسالحهم سلاح يعني هذه الصغر الذي ينفذ منه أهل الكفر إليهم إلى المكان الذي يوم فيه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبعد هذا المكان هو السلاح المكان الذي بين خيبر وبين المدينة فيقفون مرابطين ينبئون ويخبرون أهل الإسلام هل أتى أهل الكفراني أم لا وهذه أيضا من أبواب الفتن كما قلنا وفيها إلماح ولفت الانتباه إلى أعظم فتنة في التاريخ وهي فتنة الدجال وأن الحماية من الدجال أن يلجأ المرء إلى المدينة نقلنا بهذا التفسير وهو الأقرب ونقول والحماية من الدجال أيضا حفظ أوائل سورة الكهف وأواخر سورة الكهف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكتوب بين عليه كافر كاف ألف فراء قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل قارئ وغير قارئ يقرأها كل قارئ وغير قارئ وهذه حماية من الدجال ومنها أيضا كما قلنا السكنة سكنة المدينة هي حماية أيضا من الدجال نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن الفوائد المستنبطة وجوب الفرار من الفتن حصن التوكل الأرض بالأسباب من حصن التوكل الأرض بالأسباب من حسن التوكل الأغذي بالأسباب هيتأخذ لأنهم اتخذوا مسالح نعم فضل سكنة المدينة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فضل سكنة المدينة لو فيها سئلة فاضلوا نعم هو الأمر واسع في ذلك يتق الله للرجل يقول يا رحمك الله وللمرأة أيضا يقال يا رحمك الله الأمر واسع يقول هل يأس من لم يأخذ بالأسباب نعم من لم يأخذ بالأسباب يأسا لأنه بذلك أغفل الشر فواجب عليه أن يأخذ بالسبب ترجمة نانسي قنقر